مثلا بيبقى حاجة اسمها مقارنة القوات وكلنا بندرسها سواء هنا أو هنا انا درس في انجلترا ودرس في العقيدة الغربي ودرس في مصر العقيدة الشارعية فعشان تدرس تقول مين حياجم مين حيكسب مقارنة القوات هنشوفوا الصورة التانية الصورة التانية بتقول لنا القوات اللي موجودة في كل دولة تيجي على روسيا نمرة نين تاني دولة عسكرية في العالم اوكرانيا الدولة 25 روسيا ميزانية الدفاع 42 مليار اوكرانيا 9 مليار الجيش الروسي مليون طبعا ده ايامها دلوقتي بقى مليون ونص ايامها مليون اوكرانيا 4 مليون التهيرات 4000 المقاتلات 7000 اوكرانيا 42 مفيش وجه اذا نقول لنا في هذا التوقيت يا حمدي قلنا العملية لصالح مين روسيا وكل مراكز الدراسات والقادة قلنا ان هذه العملية لم تأخذ ثلاثة لأربعة شوق كان الخلاف حوالين مساحة الوقت يعني الزمن بس كلنا بما فيهم أنا وكل مراكز الدراسات والقادة قلنا لك وحتى موتن سماء لك عملية خاصة حيخش يخبر وخلاص انتهت شوف الفرقة دي من القوات خلاص الى ان بدأت العملية يوم 24 فبراير سنة 2000 شوفوا الصورة التانية الهجوم تم ازاي الهجوم تم من اربع محاول محور تحت من شبه جزيرة القرم التمام في اتجاه خرسون المحور التاني لوجانسك المحور التالت خريف المحور الرابع في اتجاه كيف العاصمة الروس في الحرب ده كل دولة ما بتخش حرب بنعمل استفادة بنستفيد يعني حرب 73 خلصناها احنا غيرنا خمس مفاين في العالم الحرب دي قاعدنا نستنى ايه اللي هيحصل فيها الروس عملونا حاجة واحدة بس جديدة وحاجات تانية وحشة ايه جديدة اي حرب في العالم بتبدأ بدربة جوية اه تمهيد تمهيد الدربة جوية هي في الاول يعني تعال احنا في 56 الاول انجليز والفرنسيين ضربونا جوية 67 الاسرائيليين 73 احنا ضربوا دربة جوية العراق تحليل العراق ضربوا دربة جوية المرات الروس ما ضربوش ضربة جوية ضربوا ضربة سروقية صاروخة ده الجديد جديدة احنا خلاص هنكلنا عن غير تيتيكاتنا ليه الروس بقال لهم 20 سنة بيتطوروا السواريخ بتاعتهم وحقق اعملوا طفرة في السواريخ مرعبة طب ليه الطيارة النادر اللي بتطلع الدربة الجوية الفنت الF16 تمانا 100 مليون السخوي اللي زيها الروسي اه تمانا 80-90 مليون فانت بتطلع بطلع بطيارة 800 مليون طيار بقاله بتدرب 4 في الكلية الجوية وسنتين على الطيارة 6 سنين عايز مطارات عايز رادارات كل ده بتعمله بصاروخ فاني اوفر بالطيارة اللي تمانها 100 مليون ولا الصاروخ اللي تمانه مليون او 2 الصاروخ طبع الصاروخ طبع فبالتالي المرة دي كانت مفاجأة لنا ان الروس قدمونا فكرة عسكار جديد كلنا العغربي والشرقي هنتابعوا في الفترة اللي جاي الروس لما طوروا السواريخ في العشر سنين اللي فاتت او عشرين سنة ما طوروش الطيارات المسايرة بدون طيار فاضطروا ياخدوا طيارات من ايران من ايران فبالتالي الفترة اللي جاي الروس هيتطوروا الطيارات المسايرة بدون طيار وبدأ الفكرة الجديدة يطلع في العالم كله ان احنا هنستغل الطيارة المسايرة بدون طيار ودي قصة طويلة لان طيارة بالطيارة من فوق سطح بيت من فوق عربية 8000 دولارات وبتطلع نفس الكلام دي قصة طويلة فدي كانت البداية نرجع تاني للصورة اللي هي فيها الاربع اتجاهات استراتيجية الروس في اول 10 ايام يا حمدي ضربوا ضربة رهيبة بالسواريخ انت فاهم عملوا ضمروا البنية الاساسية بالكامل لاوكرانيا وحنشوف زيارة طبعا جوبايد الاسبوع اللي فات مقدرش يروح بطيارة تلعب قطر ضمروا جميع القواعد الجوية الاوكرانية المطارات الدفاع الجوي مراكز القيادة تعرف عادت رئيسي محطات القهرابة كله كله ده كمان محطات لكن في العشرة ايام البنية الاساسية العسكرية المحطات القهرابة دلوقتي احنا في الشفر اضع على كل الكلام ده واصبحت السماء الاوكرانية مباحة لروس بدأت الروس الوجوم البري لما الاوكرانيين برضو شطار يعني ما هو ناس متعلمين برضو كانوا محتاجين هجوم بري مين ما هو لازم هجوم بري عشان يخش يستولي ما هو الاول كان عاوش يخش كييف كييف كانت بفكرة ان تستولى العاصمة بيسخط النظام الاوكرانيين شطار وهو اتكلم عن حكومة ما حكومة بديلة بديلة لها اياما فبدأت الاوكرانيين يحاربوا حروب المدن ايوه الشوارع الشوارع اسوأ حاجة لنا كعسكريين في التكتيكات حروب المدن ايوه الجيوش النظامية عندها مشكلة مالحة احنا بنسمي المدن مقبرة الجيوش مثال مصر هنروح فين ف24 اكتوبر 73 اسرائيل بجلالة ادراها دخلت سويس حايل 40 الدبابات وقفت الاسرائيلية مدمرة عجزت حرب المدن مأساة بالنسبة لأي جيش نظام خارب بقى الجيش عايز يخش القاهرة ولا اسكندرية صعبة الا بقى طبعا انا بدنا حاجة اسمها السياسة والأرض المحروقة تدمر الدنيا كلها فبالتالي حاول يخشوا كيف في الاول شهر وقفت العملية